الإسكافي الرومانيو غريغور لوب الذي يعيش في مدينة كلوج بمنطقة ترانسلفانيا اهتدى لفكرة غريبة لمساعدة الناس على الحفاظ على المسافات فيما بينهم والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي ويصنع أحذية جلدية بمقدمة طويلة وقال لوب الذي يصنع أحذية جلدية منذ تسعة وثلاثين عاما إنه رأى الناس لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي ثم قال لنفسه لنصنع حذاء إما لمعاقبتهم أو لجعلهم يحافظون على مسافة فيما بينهم عندما يرتدونه وأوضح أنه إذا ارتدى شخصان أحذية من مقاس 75 ووقفا أمام بعضهم البعض فستفصل بينهما مسافة تصل إلى متر ونصف المتر تقريبا وبينما يبيعلو بالأحذية الجاهزة فإن متجره الذي افتتحه عام 2001 يعتمد كثيرا على الطلبات الخاصة من المسارح ودور الأوبرا في أنحاء البلاد وكذلك فرق الرقص الشعبي التقليدي وتأثرت أعماله مع إلغاء أو تأجيل العروض الفنية بسبب جائحة فيروس كورونا وبدأت رومانيا تخفيف إجراءات العز العام في منتصف مايو أيار وقال لوب إنه استلهم فكرة الحذاء للمقدمة الطويلة من تصميم صنعه من أجل ممثلين وتلقى طلبيات بالفعل ويستغرق الأمر منه يومين لصنع زوج من أحذية التباعد الاجتماعي ويحتاج لصنعه حوالي متر مربع من الجلد وتبلغ تكلفته 115 دولارا رحاب علاء رويترز